مرحبا بالجميع لا تنسوا الاشتراك والضغط على جرس والاعجاب بالقناة لكل الممتحنين والمقبلين على شهادة التعليم المتوسط وعلى الباكالوريا نتمنى ربي يوفقكم إن شاء الله ونفرح بولدتنا اللي عقبوا وفوتوا شهادة التعليم الابتدائي وألف مرحبا بكم فيديو ناتا اليوم إن شاء الله سيكون تكملة للمطبخ اللي كنت شاركت معكم بداية تغييرات من الطلاء كنا دهننا مع بعض المطبخ كما كنا دهننا مع بعض لليموخ صنة الأواني بالنسبة أخواتي للبالكونات بقلي شاركتهم معكم منذ سنتين يعني منذ كنت في الدار التاعي هذا ونكتب لهم ربي باش ينسبغوا بالنسبة للأخوات فقط النوة في بداية الفيديو اللي قالوا لي مفيدة على ركي تعيي في روحك مفيدة استحفظي على صحتك نقولكم بارك الله وفيكم ربي يحفظكم والله لا تشيتوني في القلب ربي يحفظكم إن شاء الله بالزفق ساوني أيضا مفيدة على ركي تعيي في روحك وانت يا مقبلة ربما على الرحلة الشهر هذا فأعلى ركي تعبي في روحك شوفوا أخواتي يعني قلتها لكم في الفيديوهات السابقة وما زالني نقولها لكم أخواتي أنا مادمني سكنة في هذا الدار نعتبرها داري وما بغيتش نخليها كما تخلت ليها أول مرة يعني بغيتش نخليها في نفس الحالة هذا في حال ما إذا كنت رحلت أما في حال أني كنت بقيت عام آخر فراني نستغل فيها وإذا رحلت فصدق جاري يعني إن شاء الله ولا يجعلها لي في منزل الحسنات ورب يعوضني فيها خير إن شاء الله في داري تعدوام ولا في داري إن شاء الله تحسكى الوظيفة اللي غادي ندخلها المرة الجاية إن شاء الله الله يجعلها لي في منزل الحسنات أما أنني كما تخلتها كما نخليها مستحيل أخواتي هذا الشي في القلب وأنا ما نقدر شعلي قلبي صغير لا يتحمل وكما شفتوا معي الأخوات بعد اللي صبغوا لوليدات البالكونات مهم هما رمع السبغة وأنا دخلت الأواني اللي كانوا ينشفوه في البالكون علقنا لي ليمون أنا والزوجتاي وبديت الرجع الأواني كل حاجة في بلاستا كما كنت شوفوا السرفيس هنا عندي تاع السمك يعني عندي قاعدة باساة تاع الحود عندي زوج كبار في الأوفال عندي واحدة مدور وعندي على شكل سمكة عندي كذلك هدوك اللي بلات عالي غراتا ني ميني غراتا يعني كل واحد أندي في اللون الأسود وفي اللون الأحمر كندرتم قاعد مع بعض لأنه الألوان كانوا يتمشاولي مع بعض وهنا كنت حطيت جاع الأواني الشفافة التاعي عندي هدو تاع التحليات تاع الصالد فروي وعندي كذلك يعني تاع القهوة والأخر بورتساريات بورتكيار وهدو كل الأمور إضافة هدو لكلوش هدو لنحط فيهم الليمون وغيرها كما كنت شوفونا أخواتي حاولت أنني ننشفوه نوزع الأواني الشفافة على هاد البيبان لأنه هدو نحتاجهم يا ربي مرة في الأسبوع ولا مرتين يعني مشي ديما نجبدهم فخليتهم على فوق كما كنت شوفوه هم منقيين راهم شابين راهم يلعموا يلمعوا وكلش يعني كما قلت لكم أخواتي بديت نحط جاع الأواني الشفافة في جهة مهمة تدوها الشيالات في أيدي يارا ما زالهم موسخم بسباغة ماذا ما حكيتهم مش غايت الغاية ودلت لهم اللي فعزني باش ننحيها لكن يعني هذه كسباغات على الماء فقط يعني فينيل تتنحى يعني بالمسخون ولغسيل تتنحى بكل سهولة وهذا هو كان الشكل النهائي تاع الباب اللي كنت رطبت فيه كل الأواني الزجاجية الشفافة كين باب آخر ثاني غادي نرطبها معاكم كنت حطيت فيه كل شي تاع للدسع يعني هذو كل يمول تاستبعشرين بشكل تاعهم كنت حطيت فيه هاد الكيسان أيضا لنستخدمهم للتحليات ولا للقهوة بالعموس المهم كل شي هذا قدامكم والآن غادي نفوت أنا بياكم لفقرة التعليقات الفقرة اللي كنت سنوها جاع وأول تعليق في فقرة التعليقات غادي يكون أجمل تعليق واللي كان من نصيب أختي منا المغرب اللي كانت قاتلي شكرا لك على تتعليقاتي فقط أريد أن أخبرك أنك تتعليقية وإنسپايرية ربما تتعليقاتي ون تتعليقاتي ربي حفظك أختي شكرا لك وأحقروا تعليق كم من نصيب الأخت اللي كانت قاتلي معفوك موجهك يعيف لكلامك هو اللي جميل أخيرا أغربوا تعليق واللي كانت قاتلي فيه الأخت أنت عندك قناتك تربحي منها وإحنا تقول لنا الإدخار اليوتيوب أقبحوا من الربعة إذن أخوتي كنت شاركت معكم فقرة التعليقات بالمليح وبالقبيح اللي فيها ومازل إن شاء الله على مدى الأيام القادمة بحول الله سيزيد الشك معكم تعليقات أكتر وأكتر فقط تبغي تنوها الوحدة النقطة كي يراهم يجتهدوا في التعليقات المقرفة والمقززة والقبيحة فنقول لكم وفرو مجهوداتكم لأنكم راكم تدوا الإثم وتزيدوا الظنوب على رواحكم وكما تبعتم معي أخواتي كنت رتبت معكم الأواني كنت حطيت كل شيء في بلاستا إضافة المواد اللي نستخدمهم كل يوم كما القهبة والسكر وقاتي وغيرها إضافة إلى البذور اللي نستعملهم في المخبوزات والأنفوط ونحكوا هذا الأرض مدودة مع بعض يتقنى البلانت يتقنى البلانت ولا الحبيب شو بديك الباب السني طار هناك شبان جلي رمضان تردون يا حبيبي شو هالحلع يا حبيبي شو هالحلع يعني فرحانة بروحي لبزنبتي سبغة الباب المهم أخواتي بعد لي سبغة الحيطان ونكملنا وحكيت سبغة اللي كنت طيحتها أنا في الأرض مهم سبغة هذا زمان وقديم الزمان بغشتنا حالي كما درت معها أخواتي وكما شفت معي كنت سبغة البلانت وبان فيه الوجه والآن حندور أني نقلع هذك السيلوفان وهذك البلاستيك اللي كان عندي فوق سطح العمل اللي استخدمته به كين سبغة طيح عليه قع سبغة الزيدة وهذا كان هو الحال وصبغة البلاستيك الل قلعتها الآن كما كنت شوفوا أخواتي هذي منذ سنتين كنت شاركت معكم تغييرات المطبخ كانت بزاف عجبتكم وكان هو الفيديو اللي دار البوز للقناة ودار حدا وحمد لله رب العالمين نواصل تقريبا ثلاثة مليون مشاهدة على اليوتيوب شكرا لكل مشاهدة وشجعني وحمسني وخلى لي تعليق أشباب الآن أخواتي جا تدور باش نبدل هذك الدكور اللي كنت درته هذي سنتين كما كنت شوفوا كنت حطيت هذي البوندا اللي على الشكل الرخامي اللي جاي في اللون الماربري هذا باللون الأسود كنت درت فقط واحد البوندا هكا صغيرة باش تبالي واحد القرش في وسط هذي الفايانس اللي راجاي في اللون الأبيض صراحة عطتني جمالية للمطبخ واستمتعت بها هذو عامين لكن حان الوقت باش نبدلها إذا أخواتي كما كنت شوفوا هذو الشكل تعلف فايانس اللي راجا راكبا فوق البوتاجي التاعي كما كنت شوفوا هذي هي لكن ما غاديش خليها كما هكا غادي ندير أنا وياكم واحدة تغيير نتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم والحاجة اللي غادي نديرها هو هاذ البابي جديد اللي كنت جبتها كما راكم تشوفوا هذو بابي أديسيف أيضا يعني ورق لاصق كما كنت شوفوا فيه جاي في اللون الأبيض وجاي في هذيك الرشمة اللي في اللون الأسود كما تعرفوا خدكم مفيدة عاشقة اللون الأسود لكن ما ترتكبوش الخلط وتركبوه بهذه الطريقة هذي الطريقة خاطئة أرواح نوري لكم كيفاش غادي نركبوه أول حاجة هي أنا نجيب مصطرة أو شريط قياس ونقيس هذيك الحبات التاعية الفايانس بهذه الطريقة ندي الطول والعرثة هذوك الحبات وفوت مباشرة للورقة التاعي ونعير عليه هذوك القياسات يعني نمارك القياس التاعي ونقطع هذوك المستطيلات أنا هنا جوني مستطيلات طول الضلعة هم 30 على 20 مهم 30 على 20 سنتيم غادي نحاول أنني نطرسيهم في هذ الورق ومن بعدها نقصهم بهذه الطريقة الورق التاعنا في الضهر بتاعنا فيه مربعات قياس غادي سهل عليكم جيدا أنكم تقصوا وترسموا وتطرسوا بكل سهولة أنا غادي نواصل العمليا حاول نطرسي قاع العدد المستطيلات اللي غادي نستخدمه لكن ما غاديش نكوفري كلش غادي نقص ونرجع أنا وياكم نكملوا الباقيات ترجمة ترجمة نانسي قوة ترجمة نانسي قوة ترجمة نانسي قنقون اشتركوا في القناة 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 ولا رحت فيها رحت منها ورحت للدار ورحت أخرى نفس الشي غد نعاود نختمها ونعاود النقي ونعاود نواسي لأنه ماذا لأنه هذا الشي حاجة في نفسي أنا حاجة يعني نخلص نية وعسى الله سبحانه وتعالى أنه يآجرني على هذا التعب إن شاء الله فزينوا نيتكم أخواتي ربي زين عقائبكم إن شاء الله وما تقولوش ما هدي بشي داري وتعبي ره يروح صدقوني تعب الدنيا أكيد ره يروح والصحرية تروح في الدنيا لكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى فحاولوا القدر المستطاع أن تخدموا لأخرى ماشي للدنيا مهم أخواتي كما تشوفوا هذا هو المطبخ التاعي في حلته النهائية بعد اللي سبخته باللون الأبيض عطاه نصاع ودخل فيه الضوء كتر وكتر كنت خليت فقط هذا الوقت من يوم التغييرات الماضية لأنه هذا ما كانت على الأكل والصراحة فعنين فوت عليه برغوة يخرج يشعل بالتالي فقط هادوك اللي غورج و هادوك البوندات باللون سعى البابير اللي كنت حطيت من جهة الكويزينيا كذلك سوق سطح العمل كما كنت شوفوا مع هادك السكاي اللي كنت غلفت به تحت البوتاجي كما كنت شوفوا بالنسبة لسطح العمل نعود ننصحكم به هدي سنتين ونا نخدم عليها لغيزين أكتر من رائعة سواء بغيتي تخليها كما أنا بغيتي تنحيها وتديها معاك لدارك الأخرى يعني تصلح وتتنحها لك بكل سهولة كما كنت شوفوا أيضا البوتاجي كما كنت شوفوا أيضا البوتاجي لفايانس جات بزر شابة كل شي أنا عجبني يعني نظفتها ومسحت كل شي بالنسبة كذلك اللي اللي ليمون كما كنت شوفوا خرج اللي مع اللونت على الفريجدار وصطح العمل وكذلك تحت البوتاجي كل شي جام تنسق مع بعضيتها بنواري بلون باقي لي فقط المقابض غنينديرهم له في الأرجان ويمكن هذا هو كل شي اليوم نبغيكم بزر ما تنسونيش من دعاوي الخير ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم وزينون دينياتكم وربية فرقنا من هالدنيا بلد نوب